الناس اللي عنهم من تصبغات في الوجه ننصحهم باستخدام كلمات التفتيح والتقشير بسهولة لأن الوجه ما يعطي نتائج عكسية أما لما نجي حق الوقوع والركب دائما ننصح لا تستخدمون الكلمات التفتيح والتقشير عليهم إلا إذا كان السوات فيهم جدا شديد ويسبب لكم حرج اجتماعي وحدة مو قادرة تتأقلم مع لون الركبة والكوع عندها مو قادرة تعيش في البيت تبي تفتحهم بأي طريقة هنين قل لها استخدمي هذه الكلمات للتفتيح الأكواع والركب أما إذا كان سوادهم مقبول ما أنصحكم تستخدمون هذه الكلمات شنو السبب أن نشجع على استخدام الكلمات التفتيح والتقشير على الوجه لكن مو على الأكواع والركب لأن الوجه ما يعطي نتائج عكسية أما استخدام الكلمات التفتيح والتقشير في الأكواع والركب يعطي نتائج عكسية بدرجة كبيرة لذلك ما ناخذ هذا الرزق إلا إذا كنا مضطرين أرجونا تكون الرسالة وصلت أسرع طريقة لتفتيح الأكواع الركب تستخدمون النايلون هذا ورق السلوفان تلفون فيه الأكواع الركب بعد ما تحطون الكريم عشان يسوي أكلوجين وحبس للهوا وتمتصل بشرة أو الجلق لكواع الركب يمتصل الكريم بشكل سريع ويعطي نتاجي بشكل أسرع لكن أي كريم تستخدمون من هالكريمات إذا كان السواد بسبب الجفاف تستخدمون الترطيب إذا كان السواد بسبب طبقة سميكة سودة ثخينة في الأكواع الركب استخدموا كريمات التقشير هذه وإذا كان مجرد تصبغات سودا في الأكوعة الركب بدون طبقة سميكة ولا جفاف استخدموا كريمات التفتيح هذه الإلدكوين أو السكنورين هذه الطريقة حيل فعالة لكن ما أنصح أي شخص استخدمها فقط لأشخاص اللي عندهم الأكوعة الركب حيل حيل سودا ما رح تصير أسوأ من شذي لأنه لازم تحطون باركم الأكوعة الركب الجلد فيه مختلف عن الوجه الوجه ما يعطي نتائج عكسية أما الأكوعة الركب ممكن يعطي نتائج عكسية فلذلك لا تستخدمون هذا الطريقة اللي إذا كانت أكواعكم وركبكم حيل حيل سودا ما رح أن تعيشون معها بعد آخر موضوع تكلم فيه عن طرق تفتيح الأكواع الركب انسأت بكثرة عن سبب بياض أكواع ركب الفلبينيات أول شيء الجينات تلعب دور ثاني شيء الشعب الفلبيني يعتبر من أكثر شعوب العالم اللي مشهور في خلطات التفتيح المشبوهة اللي يخلطون فيها كورتيزون وزئبق ورصاص وهذه كلها مواد عالية تسمية ثالثا هذا كله إذا صحت الإحصائيات أن نركبهم أكثر كب بيضة في العالم إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر شوفكم على خير شكراً ترجمة نانسي قنقر